فيروس كورونا يتسلل إلى مدارس محافظة الأنبار أكثر من خمس مدارس أغلقت أبوابها في مدينة الفلوجة بعد ظهور أعراض لإصابات بين الطلبة والكوادر التدريسية الأمر الذي دفع مديرية تربية المحافظة وبالتعاون مع الكوادر الصحية إلى إغلاق عدد من المدارس بشكل مواقت مدير تربية الفلوجة تحدث عن إجراءات احترازية مشددة تجنباً لإزدياد إعداد الإصابات في مدارس المحافظة بالنسبة لمدارس الفلوجة ظهرت بعض الإصابات الغير مؤقدة فقمنا بالتنسيق مع المديرية العامة لتربية الأنبار ودائرة صحة الأنبار وقطاع صحة الفلوجة بالتعاون مع قطاع صحة الفلوجة مشكورين أخذ مسحات مختلفة لبعض المدارس وظهروا هناك لم تظهر النتائج لحد الآن قمنا من الأمور الاحترازية غلق المدارس بموافقة المديرية العامة غلق المدارس لمدة يوماً لغاية ظهور المسحات إذا ظهرت المسحات هالأيام وتأكدت أكي أصابة سيكون هناك رأي من المديرية العامة بإغلاق المدارس لمدة معينة مواطنون في مدينة الفلوجة ناشدوا وزارة التربية باتخاذ إجراءات سريعة تحدوا من انتشار الفيروس بما فيها إغلاق المدارس وتعفيرها معللين أن إجراء افتتاح المدارس جاء بالتزامن مع ارتفاع موجة الوباء في العراق وخاصة محافظة الأنبار التي تصدرت الموقف الوباء مؤخراً محافظة الأنبار اليوم نحن نرى تزايد في حالات الإصابات بوباء كورونا من المفترض أنه من تربية محافظة الأنبار أو بيصدر قرار من وزارة التربية يعمم على كافة محافظات العراق وبالخصص محافظة الأنبار بأنه إيقاف الدوام في المدارس إلى حين انتهاء هذا الوباء أو إيجاد حل إليه نحن عاني عندي طلاب بالمدرسة عندي بالمتوسط وعندي بالابتداية تقريباً عندي أربعة طلاب فأنا حالياً أخاف من جاحة كورونا يعني خليتهم يقعدون ما يروحوا للمدرسة بعد أن كانت الأنبار أقل المحافظات تزجيناً للإصابات بكورونا لكنها باتت اليوم تتصدر الموقف الوبائي مما دفع مديرية تربية الأنبار لإغلاق بعض المدارس حفاظاً على سلامة الطلبة من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة